إلى قصة جميلة جداً من الأردن لم يبقى منزل الأب خالياً بعد رحيله فقد أحياء ابنه من بعده وحول المكان لمكتبة عامة للقراءة تقدم خدماتها للمواطنين مجاناً رائد طوال مواطن أردني دفعه عشقه للكتب إلى تحويل المنزل لمكتبة كان زمان التي تحوي نحو 20 ألف كتاب في الأدب والشعر والرواية وغيرها من المواضيع هي ثمرة جمع الكتب على مدار سنوات عديدة حيث يسعى إلى تشجيع الشباب على المطالعة والقراءة وإثراء معلوماتهم في شتى المجالات كاميرا صباح العربية ستذهب مباشرة إلى عمان وصوها جميل ومعها رائد طوال صاحب مكتبة لجمع الكتب سوها صباح الخير سيد صباحك يا سوها صباح الخير لأيضا سيد رائد وهذه المكتبة سوها بش اللي لمستي يعني لحظة وصولك لهذه المكتبة ما الذي يختلف على المكاتب التقليدية اللي منزورها وفيها الكتب صباح الخير ندين ومروى يعني سعد صباحكم المختلف هو الفكرة عدم قدرتك على التمييز إن كانت فعلا يعني مكان أثري أو مكتبة أو هو بيت أو مقصد حتى ممكن أن نقول مقصد سياحي فعلا مكتبة زمن كان التي أسمها السيد رائد الطوال بهذا الاسم لأنها تجمع بين الزمان وبين المكان يعني تختلف رؤية الزائر لها يعني أنا رأيت بها راحة نفسية من الممكن أن يقضي الإنسان ساعات في البحث عن معلومة بين هذه الكتب التي أخذت من السيد رائد فعليا أعواما كثيرة جمع أكثر أكثر من عشرين ألف كتاب حتى وصل لهذه المكتبة زمن كان بجهد شخصي وعمل ذاتي يعني أتعرف على هذه المكتبة بلسان حال صاحبها صباح الخير أستاذ رائد يعطيك العافية يعني المكان رائع جدا ثمر التعب سنين وجهد شخصي وتبرع من الكثير من الأشخاص وشراء ما هي قصة مكتبة زمن كان؟ قصة المكتبة قصة بسيطة جدا بدأت الرؤية عندي من 2011 بدأت الرؤية في داخلي تظهر بدأت أجمع شوية كتب عندي وأضعهم في مكتبة خاصة إلي بعد هذه الفترة بدأت تنمو هذه فكرة المكتبة أقول لماذا لا أخلي أسطفانا وحبايبي أنهم يستفيدوا من هذه الكتب بدل أرميها في الشارع أو أبيحة بدأت هذه الفكرة في تجميع هذه الكتب وصار عندي كم من الكتب موضوعة في غرفة خاصة بعدين قررت أني أعمل مكتبة خاصة مكتبة خاصة كبيرة يأتي عليها أي شخص بريد تدور عن بحث طالب يريد أن يدور عن معلومة ما هو الهدف؟ الهدف من هذا من تحويل منزلك مكان راحتك هل هو فعلا الكتب وتجميع الكتب وهذا المنظر الثقافي والمقصد السياحي هو مكان للراحة النفسية لحضرتك إضافة لأنه مقصد للكثير من الشباب الذين تحولوا للقراءة الإلكترونية أنت تبحث عن جيل مثقف جيل يعشق الكتاب الهدف منه بسيط جدا أنه نرجع للكتاب نرجع لتراثنا هذا الكتاب هو عبارة عن تراث أردني تراث عربي تراث ثمر كل كاتب فيه كتب قعد سنين هو بكتب فيه محطوط في هذا المكان إشان الكل من أي طالب جامع أي طالب أي شخص بحبه يحشق القراءة ييجي ويستفيد من هذا الكتاب ما هي أنواع الكتب؟ ومن أين تأتت هذا الكمية من الكتب؟ كيف قمت بتجميعها؟ قلت لقصة أنا في بعض الناس يرون كتب للأسف مرمى يعني ملقا في الشوارع فعلا يأتون إليك؟ الكتب تبدأ من عندي من للأطفال نجمع الكتب للأطفال حتى كتب تتخصص عن المهدبة عن الأردن عن تاريخ الأردن عن استمرارية الأردن عن الوطن العربي عن جغرافية الوطن العربي عن الإدارة عن الاقتصاد عن الشعر عن الفن عن قواميس نهاية ماذا تدعو يعني الناس لزيارة هذه المكتبة والقراءة؟ أنا كل المحب للقراءة وبدعو لأنه هذا البيت بيته مش بيتي هذا المكان عملته لمحبي القراءة أنه يجيوا هنا ويبحثوا عن المعلومة رغم من المعلومة متوفرة إلى التكنولوجيا لكن هنا يعشق الكتاب يعشق حقيقة الكتاب ومصدر الكتاب ويرجع إلى الأمور التي هو يعشقها من حيث قراءة للشعر أو قراءة سهالي كتاب ستختار عيناك اليوم هناك الكثير يعني بما أني في محافظة مادبة فهذا الكتاب أحببته جدا مادبة أيام زمان ودعاني سيد رائد لقراءة خاصة وأن هذه المجموعة يعني هناك الكثير من الكتب التي تتحدث يعني عن تاريخ الأردن وجغرافية البلاد ومدنها وتاريخها والأماكن السياحية والأثرية اخترت مادبة أيام زمان وبتمنى الجميع يعني يجي يزور هذه المكتبة فعلا هناك الكثير من من الأرث والتاريخ والمتعف بالتأكيد سوها يعطيك ألف عافية على هذه الجولة أخذتنا في مكان مختلف ويعني جميل شكرا ويعطيك ألف عافية وأيضا لضيف كراءة طوال صاحب المكتبة وهو يجمع الكتب شكرا